خمسة أشهر تفصل العراقيين عن الانتخابات التي أعلن عن إجرائها رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي في منتصف آيار المقبلة والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل سيكرر العراقيون أخطاؤهم التي وقعوا فيها طوال سنوات مرت والتي حملت ويلات وكوارث ونكبات على العراق فقد اختبأت وراء شعارات الديمقراطية التي رفع السياسيون أو بئة خطيرة كالمحاصصة والطائفية والانفراد بالسلطة ويعيش الناخب العراقي فوضى كبيرة خلقته له طبقة السياسية نتيجة فشلها في إدارة الدولة وانتشار الفساد بشكل استثنائي في مؤسسات الدولة من ما عطل الحياة وحولها إلى جحيم حقيقي وجعلته يعيش الخوف بكل معانيه بدءا من خوفه على راتبه المهدد بالقطع وانتهاءا بالخوف من الغد الذي لن يأتي بجديد وتعتمد الانتخابات المقبلة على وعي المواطن الذي تبلور خلال سنوات خلتة حيث يعتمد مبدأ الاختيار لمن يمثل العراقيين بجميع أطيافهم والابتعاد عن التخندق الطائفي والحزبي والقومي طبعا الانتخابات السابقة التي حصلت نحن لا نقول أنها لا حققتنا شيء لا بالعقل حققت بس الشيء القليل جدا من ما نتمنى من عدها بس الدرس الذي استفادنا من عدها أنه لازم يكون اختيارنا صحيح ولازم يكون الطاقات التي ساعدها الانتخابات القادمة لازم يكون طاقات شبابية لأنهم دفت الحياة بهم دفت قيادة هذا المجتمع بأيديهم العيب ليس في الانتخابات ولا في التجربة الديمقراطية إنما العيب في سوء الاختيار فنحن نقول التجارب التي مضت لا نلوم الانتخابات أو نلوم الديمقراطية بل نلوم أنفسنا فنحن شعب يجب أن يختار الأصلح اختيارنا الخاطئ اختيارنا من أبواب الطاعفية أو الحزبية أدى إلى وياع البلد مواطن آخر قال أن صعود شريحة معينة في الانتخابات الماضية لم تلبي طموحات الشعب لا يعني التخلي عن الانتخابات وترك الساحة للفاسدين لذلك علينا رفع الشعار التغيير والاستمرار بالمحاولات الانتخابات إذا صعدت قيادات سياسية لم تلبي طموحات الشعب العراقي فليس معناها أن نتخلى عن انتخابات قيادات أفضل من هذا لأن هذا يعد يدعنا إلى أن نقع في الشرك مرة أخرى وتصفى ساحل الناس للسياسين للأحزاب الفاسدة لذلك يجب تغييرهم ويجب انتخاب الأصلح في أواسع من الجماهير العراقية وبحسب محللين تحولت لموجودات تسعة فقط لتستمر بالعيش دون طموح أو أحلام حقيقية نتيجة لما حدث في الانتخابات الماضية جماهير عراقية واسعة تعرضت لعمل ممنهج في وعيها طيلة سنوات قامت بها أحزاب وأصبحت ذات فكر داج تابع للأحزاب لا تحيد عن اختيارهم في كل انتخابات تحصل من ما يعني أنه لا يمكن أن نرفع سقف التفاؤل ونضع آملنا على الناخب بصيغته الحالية إذن لا بد للشعب من التفكير في ثورة وتغيير حقيقية وانتخاب أغلبية سياسية قائمة على الانتماء الوطني وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية وطنية وعلى المواطن البسيط أن لا ينجر وراء الشعارات الكاذبة والوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع خصوصا بعد سقوط جميع أقنعة السياسيين ترجمة نانسي قنقر